لو هنكلم ختاماً كده لو في حد بيشوف طفل بيشتغل في محله وعرف إن هنا فيه طفل بيشتغل إيه الخطوات اللي نقدر نعملها كم مواطنين علشان يبقى لنا دور إيجابي في الموضوع ده تمام الأول قانون الطفل المصري حدد لأي مواطن إذا وجد طفل في حالة من حالات التعدي أو الاحتياج للحماية عليه فوراً الإبلاغ عنده خط نجدة الطفل 16 ألف 1-6-3 تصفار خط مجاني أي مواطن ممكن قاله أنا شفت النهاردة أب بيضرب ابنه بشكل مبرح أثر عليه فأنا ببلغ عن هذه الوقع بيقول بياناته والبيانات سرية غير معلنة بحدش يقدر يعرف مين بلغ عن مين فالمواطن النهاردة يقدر يتصل ب16 ألف سهلة جداً يقدر ينتقل لأي قسم شرطة يزبط أي الحالة أنا بتكلم فيه أكتر من وسيلة يقدر يتصل بإدارة التفتيش في وزارة القوة العاملة لو بنتكلم بقى العمل الأطفال يقدر يتصل بإدارة التفتيش وعندهم خط ساخن موجود نقدر نجيبه من على الإنترنت في أي وقت ده هنا بنتكلم على إدارة التفتيش دي لو وجد الطفل في ورشة من الورش بيشتغل بشكل وإحنا بنشوف ده بشكل يومي بنشوف قد إيه الطفل بيتعرض لتعدي ضربه وإهانة وطبعاً ألفاظ يعني شهارسة جداً مفطر الطفل بسمعهاش أبداً إنما ده بنشوفه وغير كده كمان بيقوم بأعمال خطرة جداً فخط نجدة الطفل أو إن أنا أروح أثبت حالة إن فيه طفل بيشتغل في المكان الفلاني أيها بالزبط وده برضو هنا مع الحفظ مع البيانات لأنه إحنا ده من ضمن المسألة القانونية اللي موجودة في الاستراتيجية زي نحافظ على بيانات كل الأشخاص اللي بتقوم بالإبلاغ طب لفطل من المحكيات يا أستاذ أحمد بس عشان وقتنا خلاص انتهى رسالة سريعة لأي أسرة بتشغل ولادها تقولهم إيه؟ أأكد على إن عمل الطفل هو بينهي حياة هذا المواطن في المستقبل إن هم بيدروا أبنائهم بشكل كبير جداً وإن وجود الطفل في الحياة أهم بكتير جداً من مبلغ النقضية اللي هو بيسترده يعني وأهم بكتير ونحافظ عليه هو الأفضل لأنه هو الطفل هو المستقبل هو اللي هيبنلنا حياتنا هو اللي هيبنلنا أسرتنا بعد كده ما هنبقى غير قادرين ونبقى محتاجينه والأسف لو تعود على العمل هيسيبنا في المستقبل